وأكد وزير الخارجية أن التعاون بين مصر وتنزانيا مستمر كما تم التطرق خلال المؤتمر لعدد من القضايا الإقليمية وأهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء أقدمت مع معايز وزيرة جلسة مشاورات منفردة وموسعة مع أعضاء وفدي البلدين تم خلالها الدخول في تفاصيل المرتبطة بكل أوجه التعاون سواء كانت اقتصادية، استمرار التنسيق الوسيق على المستوى السياسي في إطار الإلاقات الثنائية أو في إطار عدوية تنزانيا في مجلس السلم والأمن الأفريقي وأيضا استمرار الأناقة المبنية على روافط تاريخية عديدة تجمع بين البلدين وكانت دائما تؤدي إلى الدعم المشترك في الترشيحات في المنظمات الدولية وسوف نواصل حدثنا للتطرق إلى أيضا القضايا الإخليمية وطبعا في مقدمتها القضايا الفلسطينية والأوضاع في ليبيا في سوريا العمل على مقاومة الفكر المتطرف وانتشار التنزيمات الإرهابية ترجمة نانسي قنقر